موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الناس بعد ثلاث سنوات على سقوط نظام عمر قذافي ما زالت ليبيا تبحث عن مخرج من فوضى الانتقال الديموقراطي تتلمس طريقها نحو بناء الدولة الجديدة النخبة السياسية فشلت في الاستجابة لتطلعات الجماهير التي راهنت على الثورة لتبقى الكلمة الفيصل بيد الميليشيات المسلحة التي تسيطر على الأرض وهو الواقع الذي وضع ليبيا في الآونة الأخيرة أمام شبح الحرب الأهلية وزادت الأمور سوءا بتدخل أطراف إقليمية في الداخل الليبي لحساباتها الخاصة ولأن ليبيا بلد حيوي ومهم للعالم الغربي فقد تنادى هؤلاء للتدخل العسكري من أجل حسم الأحداث بحجة ملاحقة الجماعات المتشددة في حين تسعى دول الجوار وفي مقدمتها الجزائر وتونس لإيجاد حلول سياسية تجمع الفرقة وتجنب المنطقة مهالك التدخل الأجنبي ليبيا بين مخاطر التدخل العسكري وضمانات الحل السياسي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث الناس نتبع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش قبل حوالي ثلاث سنوات المنقضية كانت آخر معاقل الزعيم الليبي الراحل تتهاوى بعدما يربو عن أربعة عقود من الحكم الأحادي مثلت لدى قطاع كبير من الليبيين باريقة أمل في بناء دولة غابت معالمها وفرصة لبناء مستقبل يليق بما تملكه من مقدرة لكن هذه الأمال العارضة في بناء أسس الديمقراطية المأمولة استضمت بشهور من عدم الاستقرار وسطوة الميليشية على كل مفاصل ما تبقى من النظام البائد لتستمر الفوضى سنوات زادتها الانقسامات الناتجة عن تناقضات إيديولوجية وحتى جهوية وقبلية عدة ومع مرور الزمن لم تزد الأزمة الليبية إلا استعصاء على الحل بعدما خرج جزء كبير من أوراقها من أيدي الليبيين ودخلت في سحة لعبة الأمم تتجذبها الدول الإقليمية أرادت أن تغلب طرفا على آخر وصلت إلى حد استعمال سلاح الجو في قصف أهداف تابعة لبعض الفصائل وها هي الدول الغربية التي غادرت المشهد الليبي بسرعة كبيرة عقب سقاط النظام إلى القذافي ارتأت أن تعود إلى نفس الساحة من باب التسويق لعمل عسكري تقول أنه يهدف لإنهاء الفوضى والعنف السائدين في كل ربوع البلد وأمام هذه الحسابات الإقليمية والدولية الضيقة تقف دول الجوار وخاصة الجزائر وتونس على أهبة الاستعداد للتعامل مع تبعات الملف الليبي وما يفرضه من استحقاقات أمنية والتي ليس من صالحها عسكرة الأزمة وترى في الجمع بين مختلف أطياف المشهد الليبي على طاولة حوار يفضي إلى خريطة طريق نحو الحل هي الأسلم لهذا البلد ودول الجوار التي هي ليست بعيدة عن نيران قنبل الليبية في حال انفجرت أكثر مما تحتمل ساحتها الداخلية مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد في هذا العدد الذي نبحث فيه وضع ليبيا بين مخاطر التدخل العسكري وفرص الحلول السياسية الممكنة ولإثراء ومناقشة هذا الموضوع أسعد اليوم باستضافة الدكتور أحمد عظيمي الباحث والمختص في الشؤون الإقليمية والأمنية أهلا بك سيدي أهلا وشكرا على الاستضافة العفو كما يشارك معنا أيضا دكتور أحمد ميزاب رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة وهو أيضا باحث في القضايا الاستراتيجية أهلا بك سيدي أهلا وسهلا مرحبا العفو إذا بدأت معك الدكتور أحمد عظيمي بالسؤال منهجي بداية نريدك أن تضعنا في صورة المشهد الليبي اليوم ماذا يحدث في ليبيا اليوم سياسيا وأمنيا؟ ما يحدث في ليبيا هو حالة بلد بدون سلطة مركزية وبدون آليات الدولة الحديثة يعني بدون شرطة بدون جيش بدون أمن بدون إدارة بدون أي شيء ليبيا اليوم هي وضعا مساحة بمساحة حوالي زوج ملايين كيلومتر مربع هكذا بدون أي سلطة وكل الناس تملك أسلحة ومجموعات قبائل بيليشيات أجانب مجموعات إرهابية من العالم أجمع تأتي إلى ليبيا هذا هو وضع ليبيا اليوم ليس أكثر من هذا إذن وهو وضع خطير جدا على ليبيا وعلى جوالنا وعلى مصر الكثير وعلى كل جيران ليبيا وعلى البحر الأبيض المتوسط وهذا الوضع الذي نعيشه ونتبعه في ليبيا هو وضع دولة تعرضت لربعين أو أكثر من ربعين سنة من حكم ديكتاتوري هذه نتيجة الحكم السابق في ليبيا الحكم السابق الذي لم يؤسس لدولة حديثة حكم السابق الذي مرس ضغوطات رهيبة على الشعب الليبي فلما سقط الحاكم في هذا البلد سقطت معه كل أليات الحكم ومع هذا تحرر الشعب الليبي والآن الشعب الليبي لا يعرف ماذا يفعل مع وجود أطنان ألاف الأطنان من الأسلحة المنتشرة عبر كل أرجاء ليبيا هذا هو الوضع بمعنى دكتور يعني البعض يقول بأنه حينما قامت الثورة في ليبيا لم تكن هناك دولة كانت هناك سلطة مركزية تحكم بالقوة وبانهيار هذه الخيمة إنهار كل شيء في هذا البلد أولا أنا لا أعتبر مقاما في ليبيا ثورة كان لي حتى نقاش مع بعض الأشقاء في ليبيا طبعا هذه السميات كلها بين مزدوجين نعم في ملتقى دولي بألمانيا كان لي نقاش مع بعض الأشقاء في ليبيا وقلت لهم أن الثورة التي تقوم بالحلف الأطلسي ليس الثورة إنما الذي حدث أن في دول الغربية قررت في لحظة ما التخلص من القذافي من جهة وخلق حالة عدم استقرار في منطقة شمال أفريقيا لأسباب لديهم أجندة معينة وبالتالي هم كانوا يدركون من البداية بأن إسقاط القذافي بالطريقة التي أسقط بها سيؤدي إلى هذا الوضع وكانوا يعرفون جيدا نظام الليبي ويعرفون أن ليبيا ليس لها جيش ليس لها أجهزة أمنية إلى أخير فبإسقاط الخيمة كما قلتم وقع ما وقع في ليبيا دكتور أحمد ميزاب هذا ما تفضل به دكتور أحمد عظيمي هل ترى ما يحصل يوم في ليبيا هو نتاج طبيعي لمسار أي بلد في مرحلة تحول ديمقراطي وبحث عن بناء دولة أم أنه محصلة للطريقة التي سقطت بها الدولة أو نظام في ليبيا أولا نحن نقول بأن ما يحدث في ليبيا اليوم هو تحصيل حاصل لحقبة زمنية لم يؤسس فيها لبناء مفهوم الدولة الدولة كانت غائبة منذ زمن مع أمر القدفي والبنية الاجتماعية إن لم نقول أنها كانت منعدمة فهي هشة وبالتالي حتى كذلك أضم صوتي لصوت الدكتور بأنه لم تكن هناك ثورة في ليبيا وإنما كان في تنفيذ برنامج فلسفة لعراب الربيع العربي ليبني للأسف بأياد محلية نقول بأن ليبيا اليوم تعيش وطيرة تصعودية في الأزمة الحاصلة الآن على الأرض هذه الوطيرة تغذيها المعطيات والحاصلة أثناء قيام الانقلاب على نظام معمر القدفي وما حدث من تدخل دولي لأنه علينا أن نعود إلى التدخل الدولي في حذاته التدخل العسكري حينما يتم ليس بتلك الصورة التي حدثت في ليبيا لنتفق بأنه إذا أخذنا النموذج العراقي حينما وقع تدخل العسكري في العراق وتم الإطاحة بنظام صدام حسين ربيع 2003 كانت فيه بقاء للقوات التحالف التي شنت العملية ضد نظام صدام حسين من أجر المحافظة على الأمن وقيام المؤسسات الدولة وضمان مرحلة انتقالية وتدريب الجيش حتى يتم ضمان هذه المرحلة ليكون هناك انسحب تدريجي لكن ما حدث في ليبيا كانت تصفيت حسابات شخصية ضد شخص يعني تم تدمير دولة ضد شخص واحد ألا وهو شخص معمر القذافي وكان من أجل كذلك الخروج من أزمة سياسية اقتصادية كانت تعانيها دول جنوب أوروبا فرنسا وإيطاليا تحيط رغم أن هذه الأنظمة لم تستطع أن تستمر حتى بعد سوق نظام معمر القذافي لأنها مباشرة نزالت هذه يعني خروج برلسكوني من الباب الضيق وكذلك سقوط ساركوزي في الانتخابات وعليه نقول بأن ما يحدث في ليبيا هو أمر منطقي لحالة اللاء الأمن وحالة فوضى وعليه فإن تدايات الأوضاع هي في وطيرة صعودية وليست في استقرار دكتور أحمد عظيمي إذا تجاوزنا لحظة سقوط نظام معمر القذافي ما حصل منذ ثلاث سنوات إلى اليوم وهذا التوتر متزايد في الوضع الداخلي هل تعتبره نتيجة لفشل نخبة سياسية في صناعة التوافق وبناء دولة جديدة أم أنه نتيجة تغول ميليشيات والكتائب مسلحة على الأرض؟ أنا أتذكر أنه من حوالي عشر سنوات كان بعض الخبراء الأمريكان جاءوا إلى الجزائر في محاولة لفهم أسباب الإرهاب ولماذا الإرهاب كان بهذه الشدة في الجزائر إلى آخر وتكلمت معهم وقلت لهم وقتها بأن الإرهاب هو ممر إجباري لكل الدول العربية نحو الديمقراطية لا يمكن يحدث انتقال نحو الديمقراطية في المنطقة العربية إلا عن طريق الإرهاب للأسف لماذا؟ لأن لما تتكلم عن النخب للأسف الشديد أن الأنظمة العربية كلها من محيط الخليج عملت على إبعاد النخب وعملت على سحارة الحياة السياسية منعت ظهور أي رموز إيجابية في المنطقة العربية القذافي كان أي رأس ليبي يظهر يبدأ يظهر يقطع هذا الرأس أو يسجنه أو يبعده أو ينفيه أو يعمله أي شيء أو يغريه بالمال ويفسده لذلك أن الحكام العرب للأسف لازالوا يحكمون بعقلية الحجاج بن يوسف أني أنا فقط أنا بدونه هو لا وجود لأي سلطة هو الموجود في الكتب الدراسية هو الموجود في الشوارع هو الموجود في كل شيء في كل الحياة لذلك لما سقط القذافي لم تكن هناك نخب للأسف في ليبيا كانت بعض الشخصيات الموجودة في الخارج منفية في الخارج عادت إلى ليبيا وبعض رموز النظام السابق نفسها يعني شاركت في التأسيس للبرحة الجديدة عودت الظهور بشكل آخر إلى لكن المصيبة في ليبيا كما هو الأمر في كثير من الدول العربية هي أن هذه الأنظمة العربية عجزت عن الانتقال بالمجتمع العربي من مجتمع قبالي من مجتمع متخلف إلى مجتمع المواطنة بحيث أني أشعر بنفسي مواطن في هذا البلد مع الحفاظ على خصوصياتي أن أكون أي شيء أن أتبع أي مذهب أن أتدين بأي دين أن أفكر بأي تفكير لكني مواطن في هذا البلد ولدية كل الحقوق وعالية أيضا كل الوجبات لهذا لما سقط هذا النظام الناس في ظل الخوف والمشاكل الموجودة إلى خيره عادوا إلى القبيلة عادوا إلى المنطلق عادوا إلى الدائرة الضيقة يحتمي بالقبيلة وكل قبيلة حملة السلاح هذه القبيلة تقول أننا نحن من ألقينا القبض على القذافي وقتلناه وهذه القبيلة تقول أنا من ألقيت القبض على ابن القذافي تطالب بنصيبها في الكعكة نعم وهذه القبيلة تقول الماء موجود عندنا ولن نعطيكم الماء إلا إذا أعطيتون البترول وغير ذلك فالنخبة السياسية دكتور أنت تمترس خلف القبائلها وخلف كتائبها المسلحة لا وجود أصلا لنخبة سياسية ولا لنخبة مثقفة لأن النظام صحر كما قلت أن النظام صحر كل شيء وهذه هي الوضعية الخطيرة التي نجد فيها كل الدول العربية لذلك بمجرد سقوط أو ضعف النظام نرجع إلى القبليات ونرجع إلى الجهويات ونرجع إلى هذه الصراعات صحيح دكتور أحمد ميساب قبل قبل قليت كلمت على الدور السلبي طبعا للدول الغربية جنوب أوروبا ودورها في إسقاط وعمر قذافي لكن في هذه المرحلة الأخيرة يعني على الأقل الشهور الأخيرة ألي يجد هناك دور سلبي لتدخل جوار عربي مثل ما تفضلت أدى إلى تنامي الوضع وأقصد هنا تحديدا يعني حفطر وجماعته ومن يقف خلفه أولا دعني أقول بأنه لكل ما يسمى بثورة ثورة مضادة ونحن اتفقنا منذ البداية أنه ما حدث في ليبيا لا يمكن أن نسميه بثورة وقلنا بأنه تنفيذ لفلسفة عراب ما يسمى بالربيع العربي وإذ قارننا الوضع الليبي مقارنة بدول الجوار التي شهدت ما يسمى بربيع العربي برغم أنه أرفضت تسميت رابع لأنه حتى الفصل لم يظهر بالحد الآن أي فصل من فصول السنة أنه الظروف التي أدت إلى سقوط الأنظمة في تونس وفي مصر ليست هي ذاتها مقاومة الظروف التي أدت إلى سقوط نظام عمر القدفي اليوم شاهدنا بأنه تهديدات ما يحدث في ليبيا يمس دول الجوار ومؤخرا شاهدنا كذلك اتهامات لبعض دول الجوار بأنها تتدخل عسكريا أو في دعم جيهات معينة عسكرية داخل الميدان في ليبيا هذا الظرف يؤدي إلى أشياء غير بريئة ودعني أعود هنا إلى قول شيء القضية في ليبيا ليست قضية سياسية لأن ما يتصارع في ليبيا هي عبارة عن إيديولوجيات قبليات وكذلك شيء ثلث ألا وهو الجهوية ولو نركز جيدا العمليات التي تحدث في ليبيا هي تحدث في شمال ليبيا أما باقي مناطق الجنوب الليبي فهي تعتبر بمعزل عن السراع ولكنها معسكرات لتنظيمات المسلحة أينما تتعسكر وأينما تتدرب وأينما تنظم خطوطها الخلفية اتهام السودان خلال أيام بأنها تقوم بتمويل التنظيمات المسلحة بالسلاح هذا يقرأ على صفتين أولا إضعاف اللقاء المرتقب القادم لدول جوار ليبيا في السودان وثانيا لأن السودان يعتبر هدف مبطن للعملية التي تريد أن تطلقها فرنسا ونقصل هنا من تقدر فرنسا وعليه أنا قلت أن ما يحدث الآن ومن اتهام دول الجوار هي أمور يراد من خلالها ضف إلى ذلك أن الاتهامات كذلك التي وجهت إلى مصر لها أكثر من دلالة وعليه أنا أقول بأنه على دول الجوار وهي تعي جيدا هل تريد أن تنفي الاتهامات عن مصر بأنها ترفي ما يحدث في ليبيا؟ أنا لا يمكن أن أنفها وأثبت لأن الطرف الليبي حينما اتهم قدم ما يقرن به تلك الاتهامات ونعود كذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية حينما صرحت أنا لو أعود فقط في اليوم الأولى الذي توهمت فيه الجزائر لأنه في اليوم الأولى تم اتهام الجزائر بناهيما قامت بالعملية لكن لما صدر التقارير الفني لقيادة الأركان الليبية حينما قدمت توصيف الحال والوضع بأنه لا يمكن لطائرات الليبية أن تقوم بمثل هذه العملية وخاصة ركزت بشكل كبير جداً على الحدود الشرقية قالت بأن المطارات الجهة الشرقية لليبيا غير مؤهلة من أجل أن تنطلق طائرات هذا وش يعني؟ يعني أنه تم رصد طائرات قادمة من الجهة الشرقية وهذا يعني أنه اتهام مباشر لمصر لمصر طيب ولكن نحن أقول أنه نمكن أن نثبت أو ننفي حتى في التحليل السياسي نحن إذا حللنا التقارير الفني فنقول بأنه تهام مباشرة ولكن التركيز كذلك بشكل كبير على الجانب المصري هو من أجل سحب اللجنة السياسية من تحت المنصات المصرية لأنه نعرف أنه اجتماع تونس في شهر جويليا خرج بتشكيل لجنتين لجنة سياسية ولجنة أمنية سياسية تترأسها مصر ولجنة أمنية تترأسها الجزائر اللجنة السياسية للأسف وظيفة ربما أو وجدة بأنها لن تؤدي إلى شيء خاصة في العلاقات الشخصية والفردية للنظام المصري مع بعض القبائل واتهاموا بطورته مع فصيل على حساب آخر ونحن لو نريد أن نعالج الملف الليبي أعتقد بأن المعالجة لا يجب أن تكون لحساب جهة على جهة أخرى أصلا لأنه في ليبيا لا يمكن أن تحدد الجهات المتصارعة لأن هناك أكثر من جبهة وليس جبهة واحدة أو جبهتين هل تريد أن تقول بأن تصعيد الاتهامات في اتجاه مصر بتورطها ربما هو محاولة مبطنة لإجهاض مساعي السياسية ليس لإجهاض مساعي سياسية وإنما لرؤية بعض الفاعلين بأنه في الموقف المصري لا توجد فيه براء يعني الطرف غير محايد بالنسبة لهم وعليه تم تسليط الضوء على هذا الجانب وما أدى كذلك إلى هذا الموقف الأمريكي والموقف الأمريكي برر أنه يتهم مصر بأنها قامت بعمليات حينما كذلك أصدر وثيقة يقول بأنه النظام المصري كان يوجه طلب من أجل منح الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا إلا أنه كان دائما يتم مقابلته بالرفض حتى أنه قال بأنه في وثيقة قدمت حتى لهيئة الأمم المتحدة من أجل البث في هذا الموضوع وتم رفضه باعتبار أن التدخل العسكري يعتبر خطأ في الوقت الحالي أشكرك الدكتور أحمد عظيمي مدام وصلنا الآن إلى نقطة تدخل العسكري على تحليلكم للمشهد الليبي اليوم القائم هل صار تدخل عسكري أمرا واقعا لما فر منه؟ لا بالعكس أنا أرى أن أي تدخل عسكري في ليبيا أقصد في مخططات الأجندة الغربية لا أقصد في مخططات الأجندة الليبية الغربية عفوا أن نسمع اليوم أن فرنسا تسعى إلى تدخل عسكري وهي تحذر نفسها لهذا التدخل وأن رئيس الأركان يصل إلى الجزائر رئيس الأركان الفرنسي يصل إلى الجزائر لمناقشة هذا الأمر أعتقد أنه يجي الجزائر لمناقشة هذا الأمر ثم أن هناك خبر بأن رئيس الفرنسي سيأتي قريبا إلى الجزائر نتساءل لماذا يأتي الجزائر رئيس الفرنسي وزير خارجية جزائري كان استبعى التدخل العسكري وقال أن الزيارة الفرنسية هي عادية وتأتي في طرق تنسيق كان كلمة في العبارة التي نطقها السيد العمامرة كلمات تنبئ بشيء ما لأنه قال أنه لا يوجد أي تدخل عسكري في الوقت الراهن استعمل كلمة الوقت الراهن هو ديبلوماسي قديم ويعرف ما يقول ولذلك لم يقول أن الجزائر ضد التدخل العسكري أنه لا يوجد تدخل عسكري ويسكت قال في الوقت الراهن مما يعني أنه ممكن بعد أسبوع ممكن بعد شهر يكون هناك تدخل عسكري لا ليس ليست الأحداث التي تفرض التدخل إنما نية التدخل إرادة التدخل موجودة لدى فرنسا والمشكلة أن تهمني فرنسا فرنسا الدولة عظمى حتى نوضح الأمور نتكلم عن الأجانب عن فرنسا عن أمريكا إلى خيرها فرنسا الدولة عظمى تبحث عن مصالحها ولها نظام سياسي يسعى إلى خدمة مصالح أبنائه ما هو التخوف إذن؟ التخوف هو من عندنا التخوف أنهم يجروا الجزائر ويجروا الجيش الجزائري لهذا المستنقع فرنسا إذا تدخلت عسكريين ستتدخل بالطريقة التي تدخلت بها في شمال مالي وكانت فاشلة لحد الآن فاشلة ولم تحقق أي شيء تدخلت بالطائرات وضربت ما تقول بأنهم إرهابيين الإرهابيين كانوا هربوا ضربت مواطنين ماليين الآن فرنسا ليس لديها حدود مع ليبيا فرنسا إذا تدخلت ستضرب بالطائرات أو تأتي بوحدة عسكرية تضحى في مكان ما في ليبيا وتحميها جيدا ثم تغادر لكن نحن الموجودين على حدود ليبيا لدينا 900 كم حدود مع ليبيا وإذا وقع تدخل عسكري وشاركنا فيه من الجزائر فأخطار كبيرة جدا ستقع وأثقال ثقيلة جدا ستقع على كاهلنا وأن هذا المستنقع الليبي شبيه بمستنقع شمال مالي لو يدخل أي جيش في هذا المستنقع فأنه لن يخرج منه سالما ولم يحدث في التاريخ أنه وقع تدخل عسكري أجنبه في دولة ونجح في استثباب الأمن وكذا نرجع لك للتاريخ لما تدخل الجيش المصري في اليمن في دولة ضعيفة جدا حكم الإمام وكان ضعيفة جدا ومع ذلك تعرض الجيش المصري لمهانة كبيرة جدا أن الجيش الأمريكي وما أدراك ما هذا الجيش الأمريكي وعجز في العراق احتل العراق لكنه عجز في فرض الأمن وعيادة بناء دولة اليوم على الأقل 30 قتيل يوميا في العراق تنطلق مفرضية مستبعدة جدا كل التصريحات الجزائرية وكل تطمنة مسؤولي الجزائرية والعقدة العسكرية الجزائرية ترفض تدخل خارج حدودها لأي سبب من الأسباب طيب لحد الآن أنا أخافني جدا تصريح السيد العمامر يوم أمس لما قال في الوقت الحالي يقصد تدخل غربي في ليبيا إذا تدخل غربي لا يهمني إذا تدخل غربي نناقشه كتدخل غربي ونقول بأن هذا التدخل الغربي ونتفاعل معه وفق ما يمكن أن يخفف على الأقل من أضرار من عكساته إذا كان تدخل غربي أنا أقول أن هذا التدخل الغربي سيزيد الطينبلة وسيزيد الأوضاع كارثية وأنه سيذر بالجزائر إذا كان هذا التدخل الغربي يريدون أن يزجوا بالجيش الجزائري في مغامرة خطيرة جدا ولجره إلى مستنقع ونحن نقول دائما في الجزائر بأن المؤسسة الوحيدة التي بقت واقفة اليوم في الجزائر هي المؤسسة العسكرية يريدون تدمير هذه المؤسسة التي بقت واقفة حتى تفتح الجزائر أمامه ويفعلون فيها ما يشاء أشكرك ولو أنه مستبعد جدا هذا السيناريو دكتور أحمد ميزاب ألا ترى بأن الإنقسام الداخلي الذي تعيش ليبيا اليوم على المستوى السياسي وعلى المستوى المؤسساتي يوفر أرضية خصبة جدا لتنفيذ أجندة غربية في تدخل أولا أعتقد أنه التفكير في التدخل العسكري في ليبيا ومن يفكر في التدخل العسكري في ليبيا ليس بحاجة إلى مسؤولات لا هو يقود نفسه إلى دخول إلى مستنقع إلى مستنقع يعني سينهي مشوار سياسي وقوة عسكرية لأنه لما تتدخل في ليبيا سوف تتدخل مع من وضد من مع من وضد من نعرف أن العمل العسكري عندك أهداف معينة يتم استهدافها وتخرج لكن لما تتدخل الآن الآن ليبيا في حذاتها خراب ستتدخل في أي شيء في ضرب أي مؤسسة وفي ضرب أي قوة يعني بالتالي التدخل ومن يفكر في التدخل فهذا يعني أعتقد بأنه في حالة صحية غير عادية فيحتاج إلى علاج أعود إلى شيء فقط إلى الجزائر في الحديث عن الجزائر سوف أمطلق من ثلث مسلمات الأولى وأعتبرها مرتكزات الأولى الإرادة الشعبية والوعي الشعبي حول المحيط الإقليمي وما يحدث وما سهل هذا وما ساعد على هذا الوعي هو الدور الإعلامي الذي يقوم بتوفير المعلومة وتوضيح حجم التحديات المرتكز الثاني نحو الإرادة السياسية ومنهج الدبلوماسية الجزائرية والمرتكز الثالث وهو الجيش الشعبي الوطني نحن دائما نتحدث عن العقيدة الجيش الشعبي الوطني التي هي عقيدة دستورية في عدم التدخل ضف إلى هذا الجزائر تدرك جيدا بأن التدخل يغذي الأزمات ولا يساعد في حل الأزمات وندرك جيدا كذلك بحكم التجارب ما حدث في السومال ما حدث في أفغانستان ما حدث في العراق بأن التدخل الأجنبي أو العسكري يتفاعل عضويا مع الجماعات المنظمة وبالتالي يغذي الإرهاب ويترك حالة من الإنفلات الأمني التي تترك مساحات للجماعات المسلحة من التحرك وعليها نقول الحديث عن اجتماعات دول الجوار المتكررة والتي أصبحت شبه شهرية والحديث عن وضع لجنة أمنية والجنة السياسية والتقارير والبيانة التي خرج في مصر والذي تم تبنيه من خلال مجلس الأمن والذي يركز كثيرا على الجانب الأمني الذي قدمته الجزائر هذا يقول بأنه فرضية التدخل الأجنبي مستبعدة ربما فيك مؤخرا في الحديث عن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي بالتدخل بحجد دعم دولي لأجل التدخل لكن لم يوضح التدخل في أي شكل هل هو تدخل عسكري تدخل سياسي في أي إطار نحن نعرف أن فرنسا مقبلة على عملية عسكرية على شريط الساحل والصحراء هذه العملية تستهدف ملاحقة الجماعات المسلحة والجنوب الليبي معني بهذه العملية باعتبار أنه مرتكس لكن غير واضحة فبالتالي أنا أقول إلى أي دولة كانت أو جهة كانت تفكر في التدخل فعليها أن تعيد التفكير لأن التدخل والدخول فيه مستنقع أشكرك الدكتور أحمد ميزاب على هذه التوضيحات سنبحث إذن في الشق الثاني من هذا الحوار أي شكل ممكن للتدخل الغربي العسكري وما هو مدلول تحديد التصريحات الفرنسية الأخيرة بهذا الخصوص وأي فرص ممكنة للحلول السياسية لحل حالة الوضع في ليبيا فاصل قصير ونعود أعزائي المشاهدين فابقوا معنا أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا العدد من برنامج حديث الناس والذي نبحث فيه الوضع الليبي بين مخاطر وسيناريوات التدخل الأجنبي والفرص الممكنة للحل السياسي أعود إليك الدكتور أحمد عظيمي قبل قليل دكتور أحمد ميزاب قال بأن ليبيا مستنقع اليوم ومستبعد جدا أن تغامر أي دولة غربية بالتدخل الميداني على الأراضي الليبية إذا رجعنا للتصريحات الفرنسية الأخيرة بهذا الخصوص كيف تقرأها إذا فكرت فرنسا في أن تنفذ أي تدخل عسكري كيف سيكون عمليا مدام التوغل إلى ليبيا هو دخول في المستنقع هو فرنسا تدرك وكل دول غربية وكل المحللين يدركون جيدا بأن الإرهاب لا يواجه أبدا بقوة عسكرية منظمة يعني جيش عرم رم يتدخل في دولة ما ويبحث عن الإرهابيين ويقضي عليهم الإرهاب يقضي عليها أو المجموات الإرهابية يقضي عليها عن طريق الاستعلامات عن طريق البحث عن المعلومة وعن طريق عمل استخباراتي عمل استخباراتي وأيضا عن طريق تعمل روجيستيكي ودعم شعبي أيضا لما الشعب يقتنع بأن عليه أن يحارب الإرهاب ولا يحارب الإرهاب ثم تبدأ العملية معنا تجفيف الحاضنة الشعبية هذا هو الأسس والدول الغربية تدرك جيدا هذا وعنا في الجزائر تجربة ويعرفون جيدا هذه التجربة وبالتالي كنت سأطرحه أصلا دكتور أحمد عظيم يعني لماذا فرنسا تريد أن تتدخل لأنه قبل قليل دكتور أحمد المعزاب قال التدخل مع من وذد من وفي حديث عن ملاحقة جماعات متطرفة والخوف من انتقال داعش إلى ليبيا باعتبارها أرض خصبة الآن لماذا تريد فرنسا تدخل لماذا لأننا نرجع مثلا لما كنا من حوالي خمسة ست سنوات كنا نتكلم عن الوضع في الساحل وكنا نقول هناك كثير تسجيلات كلام في الصحافة تكلمنا كثير وشاركنا في حصص إلى آخره كنا نقول بأن الوضع في الساحل رايح إلى الكارثة وأن هناك مجموعات إرهابية كانت تتسلل إلى منطقة الساحل وقلنا كيف للدول الغربية التي تملك أقمار صناعية تستطيع أن ترصد النملة وهي تتحرك كيفاش متشوفش هذه المجموعات الإرهابية في فضاء انتع خمس ملايين كيلومتر مربع إلى آخره ويتحركون بسيارات وأسلحة هم تركوا العملية لتتعفن من أجل خلق بؤر التوتر يمكن يبرر لهم التدخل فيما بعد ويبرر لهم السيطرة على هذه المنطقة اليوم بالنسبة لليبيا هم لما انطلقوا في عملية إسقاط النظام الليبي كانوا يدركونها جيدا بأن الوضع سيكون هكذا هم لديهم محللين لديهم باحثين هم قبل أن يتخذوا أي قرار يدرسوه ويجيبوا المختصين إلى آخره وبالتالي السؤال الذي يطرح اليوم لماذا يريدون التدخل العسكري في ليبيا هل هناك فرضية عديدة من جهة خلق بؤر التوتر دائما على حدود الجزائر الدولة الوحيدة اللي بقات اليوم موحدة مشتقرة في المنطقة العربية هي الجزائر بخلاف بعض الدول التي لا تحسب لأنها كم مهمة مجرد جمهوريات أو جملكيات أو ملكيات لا قيمة لها لكن لما ننظر إلى المنطقة العربية المنطقة العربية فيها ثلاث مرتكزات رئيسية المرتكز الأول دمروه وهو العراق المرتكز الثاني همشوه وجمدوه يستعملوه كما يشاءون وهي مصر يستعملونها كيفما شاءوا ضد الإرادة العربية وضد التحرر العربي وضد أي تطور في المنطقة العربية وضد بناء الدول الحديثة التي نطمح إليها بقى المرتكز الثالث وهو الجزائر والجزائر أدخلوها في إرهاب فضيع من أجل تدميرها الحمد لله إننا استطعنا نخرج من هذه المأساة اليوم يحاطوا بالجزائر من كل جهة تريد أن تقول بأن في حال أي تدخل عسكري في ليبيا فالمستهدف هو الجزائر الدرر الكبير سيعود علينا ودعكاس أن المستهدف هو الجزائر أصلا أو من ضمن المستهدفات من بين المستهدفات هي الجزائر إبقائك اليوم أن الوضع في ليبيا يكلف الجزائر نحن لا نحسب لكن الوضع في ليبيا يكلف الجزائر عشرات الملايير من دولارات لما الناس يتكلموا اليوم نقرأ في بعض الصحف أن هذه الميزانية الكبيرة للجيش عشر ملايير دولار أو 13 مليار دولار 2015 أنا أتعجب هذه أقول هذا هو يعني أتعجب من كلام الذين يكتبون ويتسألون لماذا هذه الميزانية استغربوا مثل هذا استغرب لماذا لأن هذا هو ثمن الدفاع هذا هو ثمن الأمن الآن الوضع على ليبيا يكلف كذا مليار دولار الوضع على جنوب الجزائر على مالي يكلف كذا مليار دولار الوضع على الحدود الغربية يكلف كذا مليون طفل جزائري بالمخدرات إذن التدخل في ليبيا سيجعل الوضعية كارثية أكثر مما هي عليه اليوم أنا ألوم الجزائر لأنها السلطة في الجزائر لأنها لم تقم بأي دور في ليبيا كان بإمكانها لما بدأوا يضربون في ليبيا أن أحتج كان يجب أن نقول بأن مصالح الجزائر ليست في الحدود مع ليبيا فقط مصالح الجزائر تمتد إلى ما بعد ليبيا مصالح الجزائر تمتد إلى ما بعد مالي جزائر عارض بقوة تدخل عسكر لم تعارض صمتت أعطيني بيان واحد صمتت في ذلك الوقت لم تقول أي شيء صمتت الجزائر تماما واليوم أيضا تواصل الجزائر الصمت في ظل هذا الوضع أن الأمن الوطني لا يمكن أن نلعب به الأمن الوطني لا يمكن أن نقبل بأن يتعرض لأي أخطار من طرفه مهما كانت القوة الأجنبية أو القوة الأجنبية التي تأتي للعب على الحدود نضيفك نقطة أخرى لنا الأستاذ أحمد لما تكلم على مصر مشكلة أخرى بالنسبة للجزائر اليوم في تعاملها مع مصر مصر هي كومب ديفيد مصر هي علاقات مع الموساد مصر هي علاقات مع إسرائيل أن أي شيء تعطيه معلومات إلى مصر ستصل إلى إسرائيل وهذه أيضا مشكلة أخرى توقع على الجزائر وتعرقل عملية التنسيق بين الجزائر ومصر في الملف الليبي لأن إذا سلمت ليبيا أو سمحت بتدخل مصري في عسكري أو سياسي أو أي تواجد قوي لمصر في ليبيا فمعنى هذا أن مصر أصبحت على حدودك معنى هذا أن الموساد أصبح على حدودك معنى هذا أن قوى أجنبية أصبحت على حدودك لأن مصر اليوم لم تعد مصر التي عرفناها في أهد عبد النصر مصر اليوم هي كوم ديفيد هي تحالف مع هي حماية لأمن إسرائيل ومطالبة بهذا ونرى ماذا يحدث معبر رفاح في غفة وغير ذلك ولكن هي أيضا أمر واقع في جغرافيا المنطقة يعني في الملف الليبي لهذا نقول دائما أن نعود نلوم أنفسنا بالدرجة الأولى نقول أن الجزائر هي دولة كبيرة للأسف الشديد أن الذين يحكمون الجزائر لا يدركون بأن الذين قوة كبيرة هؤلاء الذين يحكموننا اليوم لو يتعاملون كقادة لدولة كبيرة سيجدون الشعب الجزائري كله معهم ويومها لن تستطيع أي قوة في العالم أن تمسك لكن للأسف الشديد هم يصمتون لما يكون أمن البلد في خطر ويبدأون في التحرك في الوقت بدل الضائع يعني يجيون متأخرين جدا هذه هي المشكلة اليوم بالنسبة ليبيا ننتقل الدكتور أحمد ميزاب نبقى في سياق التدخل الفرنسي وعلاقته بالموقف الجزائري تصريح الأخير يعني كان لافت فيه عبارة ذكرها وزير الدفاع الفرنسي عندما قال بأنه ولكن كان فيه ختام تصريحه أنه كل شيء يتم بالضرورة بالتنسيق مع الجزائر يعني ماذا تقرأ في هذا الاستدراك الدبلوماسي يعني يعني الجزائر معروف أنها ترفض رفضا مطلقا لكن كان فيه رد من طرف وزير الخارجي الجزائري حينما قال بأنه جزائر لن تنصق مع فرنسا في أي عمل عسكري كان كان رد حاسم أنا أعود إلى الشيء مفهوم الإرهاب تحول وتطور ونشاط الجماعات الإرهابية كذلك تحول وتغير اليوم تحولنا من مفهوم الإرهاب الضيق والمحلي إلى إرهاب عبر للقارات إرهاب متعدد الجنسيات إلى إرهاب معولم نتحدث عن إرهاب كان في السابق يقوم بعمليات سريعة ويعود أو عمليات قرصنة أو عمليات قطع طرق أو عمليات تفجير وتفجيرات انتحارية اليوم توجهنا إلى مفهوم إرهاب يعمل بنفس الشكل والعمل الذي تقوم به الجيوش النظامية والنموذج والمثال ما يسمى بداعش الذي أضحى يتحرك بكل أريحية ويواجه ويحارب إلى غير ذلك اليوم لما نتحدث عن الخطر لما أعود إلى ليبيا الخطر الذي يهدد الجزائر من ليبيا الخطر لا يهدد الجزائر على الحدود التماس بيننا وبين ليبيا لأنه في جيش موجود في قدرة دفاعية ولكن الخطر القادم هو عن طريق تونس لأن تونس يلقى أكثر عرضة لتداعيات الأزمة الليبية باعتبارها أضعب سوف أعطي فقط معطيين بسيطين دون أن أذهب إلى معطيات أخرى أكثر بسيطين موجود اليوم في ليبيا أكثر من 2 مليون بطاقة تعريف لا لا في ليبيا في ليبيا أتحدث في ليبيا فما سأعود إلى تونس في ليبيا موجود 2 مليون بطاقة تعريف ليبيا رسمية لكن ليست ممنوحة لليبيين مع جوازات سفر هذا ما يعني؟ يعني اللجوء إلى تونس كالاجئين وتونس اليوم تحتضن أكثر من مليون الدخول إلى تونس كالاجئين وهم غير ليبيين ربما يكون مرسلين من أجل القيام بعملية معينة هذا يسقط من تونس التي لها بنية اليوم هشة نتاج ما حدث من تحول كذلك داخلي في تونس بالإضافة كذلك إلى أنه في مصادر تقول بأنه ما هو موجود في جنوب في أقصى جنوب تونس توجد أكثر من 6 مليار أورو في جنوب تونس من أجل تغذية الإيكونوميا الفورمال والسوق الموازية وتغذية الجماعات والخلايا إلى غير ذلك ونحن نعرف أنه في حديث لأنصر شريعة تريد إقامة إمارة جنوب تونس 6 مليار أورو لو نقارنها بميزانية تونس هي تقريب نصف ميزانية تونس بالتالي تدايات ما يحدث في تونس هو الذي سيكون على الجزائر ونحن نعرف بأن حدود الجزائر مع تونس هي حدود بتضاريسها صعبة ومعقدة مقارنة لأنه حتى في عهد الاستعمار الفرنسي لم يستطع المستعمر أن يضبط تلك الحدود والدليل خط شارلو موريس ورغم ذلك لم يستطع ضبط الحدود لأنه في وجود مسالك وإذا ضافت إلى القدرة التي قد يوظفها سكان التماس والتي تحدث عنها كذلك الأستاذ منذ قليل في الدعم اللوجيستي وعليه نقول بأن الأخطار هي عن طريق ما سيأتي مصر لها حدود حدود كذلك شاسعة مع ليبيا وبالتالي هي مأنية كذلك بالأزمة الليبية وكذلك أكثر من الحدود هناك تشابكات قبالية بين البلدين وعليه مصر يجب التنصيق معها في إطار إيجاد حلول وخاصة نحن نتحدث عن دول الجوار ولقاءات دول الجوار بتلئ الكل معني بما يحدث في ليبيا والكل قد يكون متهم كذلك بما يحدث في ليبيا لأن الوضع في ليبيا اليوم يراد أن تكون صومال شمال إفريقيا الجزائر تتحرك في محيطها وهي تدرك بأنه محيط أزماتي حتى من دون وجود الأزمة الليبية نحن نعلم بأننا في محيط أزماتي وخاصة في ظل غياب استراتيجية أمنية لدول المغرب العربي فإننا نتحدث بلهجة أو بلغة قد لا تكون مفهومة وعليه نقول بأن التصريح الفرنسي الذي صدر لا يتماشى والنصق الموجود في الجزائر الجزائر اليوم مرشحة من قبل الجميع بأن تقود مبادرة لأجل حل القضية في ليبيا لأجل حل الأزمة الإخوان في ليبيا الأشقاء في ليبيا الجزائر اليوم تقول نحن نريد أن يكون هناك حل ولا حل بالنسبة للأشقاء في ليبيا إلا المصالحة فبالتالي كيف بلد يتحدث عن المصالحة أن يتورد في تدخل سنأتي لهذا المحور الأخير وهو إمكانية الحل السياسي في ليبيا الدكتور أحمد عظيمي في آخر سؤال متعلق بفرنسا الجزائر قطعت الطريق تماما أمام أي تنسيق في اتجاه التدخل العسكري في فرنسا ونحن مجمعون أن أي تدخل هو دخول الأحواء المستنقعة الآن ما هي السيناريوات أو البدائل أمام فرنسا؟ كيف تتوقع في حال ما قررت أن تتدخل دفاعا عن نفوذها أو مصالحها أو بمبرر ملاحقة جماعات متشددة؟ هل ستبحث عن غطاء أممي؟ هل ستتدخل بشكل منفرد مثل ما حصل مع أمريكا في أفغانستان والعراق؟ أم ربما توظف الناتو من جديد؟ ما هي البداء الممكن أمام فرنسا؟ فرنسا إن أرادت تتدخل تتدخل لا أحد يمنعها من تدخل وأكيد أن في تنسيق أقصد حتى لا تتحمل الفاتورة؟ لا تتدخل بطريقتها كما تدخلت في شمال مالي تتدخل بالطيران تضرب بعض المواقع تقول أني قضيت على مجموعات إرهابية وتستطيع أن ترسل قوة من 4500 عسكري فرنسي تضحهم في مكان ما في حماية جيدة وتقول أنا قضيت على مجموعات إلى أخير ثم تضع اليد على بعض منابع البترول والسلام هذا ما يريدونه هذا ما يريدونه يبقى الآن الحل بالنسبة للجزائر الحل موجود الأستاذ تكلم على المصالحة جزائر ممكن الدولة العربية الوحيدة بالنسبة ليبيا التي لها علاقات وطيدة مع الليبيين صحيح أنه لما حدث ما حدث للقذافي كان هناك لوم من بعض الليبيين إلى آخره للموقف الجزائري لا يهم هذا لكن لو نحرك اسمح لي فقط لو نحرك بعض المجاهدين الذين عملوا ولزلوا على قيد الحياة وعملوا في ليبيا ولهم علاقات بعض العائلات الجزائرية التي لها علاقات مع عائلات ليبيا لو نحرك الدبلوماسيين الجزائريين الذين عملوا في ليبيا مولون الاستقلال سنتكلم عن الأوراق التي تملكها الجزائر في إطار دفع الحل السياسي هذا هو الحل الوحيد اليوم الموجود بالنسبة للمزمانين يعني خلاصة فيما يتعلق بالتدخل العسكري بالنسبة لك مستبعد ليس مستبعد لا أن ينجح أقصد في فرح أمر واقع جديد لا أنا ما أخشاه هو أن يرضخ السياسي الجزائري للضغوطات الفرنسية وغير الفرنسية ويفرض على الجيش الجزائري أنه يتدخل أنا أخاف من السياسي الجزائري وليس من إرادة التدخل الفرنسية أو الأمريكية وغيرها ما أخشاه هو ضعف السياسي الجزائري لماذا؟ لأن اليوم المفروض في حالاتك هذه أن يكون هناك اجتماع لأركان الدولة الجزائرية لما نقول أركان الدولة الجزائرية يعني الرئيس والوزير الأول ورئيس أركان الجيش ووزير الدفاع والأجهزة الأمنية كلها تلتقي وتناقش هذا الوضع الليبي وتناقش الأوضاع الحدود وتضع لو يكون تدخل أجنبي كيف نفعل ولو لا يكون تدخل كيف نعمل إلى آخره أن أركان الدولة الجزائرية تعمل يوم يومين أسبوع أسبوعين حوار متواصل وتصل إلى حلول وتسمع إلى الخبراء وتصل إلى حلول هذا الوضع غير متوفر اليوم في الجزائر إذن مدام هذا الوضع غير متوفر ما أخشاه أن السياسي الجزائري ضعف جدا أمام الضغط الفرنسي وأمام الضغط الأمريكي السياسي الجزائري لا يشعر بأن وراءه شعب كامل يستطيع أن يقف ويدعمه إذا هو اتخذ المواقف التي يريدها شعب لأن أستاذ أتكلم في البداية على الأركان الثلاث وقال الإرادة الشعبية والوعي الشعبي المشكلة في الجزائر أن الشعب سابق السلطات السياسية لهذا الخوف هو من السلطات السياسية إذا السلطات السياسية قالت وضعت خط أحمر أمام فرنسا وغيرها قالت أنا لا أقبل بأن يتدخل الجيش الجزائري في ليبيا ولا أقبل أيضا بتدخل قوى أجنبية في ليبيا لماذا؟ لأن ليبيا هي من أمني أمن ليبيا هو من أمن الجزائر وتعمل بكل ما لديها من أوراق من أجل منع هذا التدخل العسكري لكن للأسف الشديد أنا أعرف بأن السلطات السياسية الجزائرية لا تدرك هذا سأعود إليك في إمكانية قدرة الجزائر على كبح أي تدخل عسكري الدكتور أحمد ميزاب نتحدث الآن عن الحل السياسي كيف ستدير الجزائر جهودها ومساعيها للبحث عن حل سياسي في ليبيا وما هي حضور نجاح هذا الحل؟ أنا أعود فقط إلى شيء نحن علمنا في وقت إسقاط نظام القذافي بأننا على أساس أننا كنا نساند نظام القذافي حتى نصحح هذا المفهوم الخاطع لدى العام والخاص الجزائر لم تساند نظام القذافي ونحن كنا نعلم بأن القذافي كان يغذي أزمات الساحل وفجر أزمات الساحل ومتهديدات القذافي نفذها فور سقوط نظامه قال سوف أفجر منطقة الساحل وفجر منطقة الساحل وكنا ندرك تماما أن سقوط نظام القذافي سوف تكون تداعيات سلبية على المنطقة بأكملها ولهذا الجزائر كانت ضد الطريقة التي تم بها إسقاط نظام القذافي وليس ضد سقوط نظام القذافي كنا ضد الطريقة لأننا كنا نعلم أن العنف لا يولد إلا العنف وقلنا بأن التدخل العسكري يولد أزمات ولا يحل أزمات ونحن اليوم أمام مجموعة أزمات وتداعيات مختلفة الأشكال والأنواع اليوم قلت الجزائر مرشحة من أجل أن تقود مبادرة وفي ظل أي معطى نقول أن الجزائر مرشحة في ظل أولا اتهام بعض الدول الجوار بأنها متورطة في تعفين الوضع في ليبيا بقية الجزائر تصريح وزير خارجية ليبيا الذي قال بأن حكومة وشعب تكن كفة الاحترام للجزائر لأنها تحافظ دائما على وحدة الشعب الليبي هذا يؤكد بأن الجزائر لا يمكن أن تفكر في يوم من الأيام بأن تتورط في ليبيا ولن تتورط في ليبيا وحتى تصريح وزير الخارجية قال بأن نحن نريد مصالحة ونرفض أي تنسيق أمني كان مع فرنسا من أجل التدخل في ليبيا يعني هذا واضح هذه مسلمات واضحة لا يمكن أن نناقشها اليوم الجزائر اليوم في إطار معالجتها للملف المالي وما سينجم عنها وفي ظل مقاربتها التي أصحت مقاربة تلقى دعم إفريقي ودعم أوروبي ودعم على المستوى الدولي وحتى من الفوائل الدولية كدول قوية نقول مقاربة من أجل السلم والتنمية مقاربة السلم والتنمية أنه لا يمكن معالجة القضايا الإفريقية أو الإقليمية دون هذه المقاربة نحن لا نذهب إلى معالجة القضايا المتفجرة ونحن نعرف بأننا قلت أننا في محيط أزمتي لا يمكن معالجتها بتوظيف لغة القوة أو لغة الخشونة لأننا نعرف أنه تدعيتها أكثر ونعرف أنه مستلزمات المنطقة ترشح الجزائر للاعب دول سياسي مهم في ليبيا أكيد والجزائر تسعى إلى تقديم مبادرة هذه المبادرة تغلب فيها لغة الحوار ما بين الفرقاء الليبيين ومحاولة جمعهم في طاولة حوار واحدة وموحدة من أجل إيجاد التصور يستطيع أن يوقف حالة التأزم وحالة الإنفلات وحالة التدهور وحالة الدولة في ليبيا على الأقل ضبط الأمور الأمنية من أجل إيجاد أليات بناء مؤسسات الدولة سأعود لك دكتور أحمد ميزاب دكتور عظيمي قبل قرية تكلمت على أن السلطات الجزائري يجب أن تقف في وجه أي تدخل أجنبي لأنه سينعكس عليها وعلى مصالحها وعلى أمنها القوم الداخلي ما هي الأوراق التي تملكها الجزائر لهذا الضغط ولفرض الحل السياسي في ليبيا؟ الجزائر تملك أوراق كثيرة أولا تملك السلطة في الجزائر تملك أوراق كثيرة أول هذه الأوراق هي الجزائر نفسها أننا نملك بلد كبير كبير جدا كبير بتاريخه وكبير بثرواته كبير بموقعه الآن لما تتعامل مع الدول الكبرى إذا تتعامل كدولة قوية ورائدة في المنطقة وكنظام يريد حماية الدولة هذا شيء إذا تتعامل كنظام يريد أن يحمي النظام فقط هذا شيء آخر فإذا كان النظام الجزائري في ذهنه أنه يحكم دولة كبيرة وأنه يريد أن يحمي الدولة الجزائرية فهو لن يخشى الدول الكبرى ويتعامل معها معامل الند للند وقال أنا أيضا عندي أوراق نقدر نضرك بها وفرنسا تدرك هذا وأمريكا تدرك هذا إلى آخره واليوم هذه الدول الكبرى من مصلحتها أن تبقى الجزائر مشتقرة في الوقت الحالي هناك مخطط ما للجزائر سيأتي وقته إن لم نحضر أنفسنا له لكن في الوقت الحالي هم يريدون أن تبقى الجزائر مشتقرة خوفا على أنفسهم لأن لو تسقط الجزائر أو تضعف الجزائر موجة الهجرة السرية سيجدون أنفسهم أمام الآلاف أو الملايين من الأفارق صمام الأمان أخير والجزائر إضافة للإرهاب إلى آخره إذن هذه ورقة مهمة جدا في النظام الجزائري اثنين البترول وغير ذلك هناك أوراق عديدة وبالتالي أنك يجب أن تفهمهم الغربيين لأن الآن أي مبادرة من الجزائر إذا كان الغربيين لم يقتنعوا بها ورفضوا أنهم يقبلونها فسيفشلون أي عمل تقوم به في نهاية ماذا عن الأوراق التي تستطيع الجزائر أن توظفها داخليا في داخل ليبيا؟ في ليبيا يجب أن نتعامل مع كل الأطراف في ليبيا مع الأطراف التي تستعمل الإرهاب أو تلجأ الإرهاب كل الأطراف وأن نحرق كل الجزائريين الذين لهم علاقات مع الليبيين بأن نستعمل هذه العلاقات من أجل لم شمل الليبيين وقال تعالوا يا أشقائنا يا ليبيين لم تتمكنوا من التفاهم في بلدكم هذا بلدكم الثاني احنا ذهبنا عندهم في الثورة وعشنا عندهم كبلد كجزائريين في بلدنا المجاهدين يقول كنا ندخلوا ليبيا ونحسوا فوسنا في الجزائر محررة فلماذا لا نفتح لهم الآن المجال قال تعالوا لم تتمكنوا من تفاهم هناك تعالوا عندنا نفتح لكم المجال ابقوا عندنا أسبوع شهر شهرين ضيوف عندنا اتفاهموا بين بعضكم والبعض نساعدهم على إيجاد الممكن الأبسط من التفاهم الحد الأدنى من التفاهم ويعودون إلى بلدهم متفاهمين ونساعدهم بعد ذلك في بناء الجيش في بناء الشرطة في بناء الدرك في بناء الدولة نساعدهم بكل ما لدينا من إمكانيات وهذا ليس مزيف الليبيين هذا واجب علينا وثانيا حفاظا على أمنها أمن ليبيا من أمن الجزائر أشكرك دكتور في آخر سؤال دكتور أحمد ميزاب إذا كانت الجزائر تملك هذه الأوراق في فرض أو على الأقل تقريب الحل السياسي إلى ما يحدث في ليبيا ماذا الآن عن إمكانية تفاعل أطراف الليبية تجاه الحل السياسي الجزائري وهل تملك هذه الأطراف من استقلالية الخيار والقرار ما يجعلها تتقبل أي تصورات بشأن الحل السياسي نعم أولا أنا قلت بأنه رسالة التي وجهت بطريقة غير مباشرة إلى الجزائر من أجل أن تقود مبادرة كانت رسالة ليبيا عن طريق الجهة الرسمية الممثلة لليبيا لأنه حتى لما نقول جهة رسمية يعني نوعا ما لأنه في الحديث بغياب الدولة بالتاني نتكلم عن إجماع ليبي على أن الجزائر يمكن لها أن تلعب دور وقادر على أن تلعب دور وتغليب النية في الاستماع إلى أي مبادرة سوف تقدمها الجزائر هذا أولا ونحن نقول إذا توفرت النية يعني نحقق 25% من العمل طيب الشيء الثاني الجزائر كذلك قامت ومن خلال بيان اجتماع دول الجوار الأخير بالقاهرة بوضع حدود أي مبادرة قد تكون من أجل حل الوضع في ليبيا وأعود هنا إلى أنه فكرة التدخل العسكري قيدة في بيان القاهرة وتم تبنيه من قبل مجلس الأمن لأنه أي مبادرة جزائرية في اعتقادي إذ قامت سوف تقوم على مبدأ جمع السلاح والحوار المفتوح ومرحلة التفاق على مرحلة انتقالية من أجل بناء مؤسسات التي تضمن ما بعد المرحلة الانتقالية مع ضمان تكوين كما قال الأستاذ الجيش والشرطة وغيرها وعليه أقول بأنه على طوق هذا ماذا تتوقع ردود أفعال أطراف الليبي المختلفة؟ لا إذا كانت في مبادرة في معالمها وخطوطها العريض على هذا الأساس أقول بأنه سوف تلقى بإجمالي بي هذا ما نتمنى أعزائي المشاهدين انتهى وقت هذه الحلقة لم يبقى لي في ختام ذلك إلا أن أشكر ضيفي العزيزين دكتور أحمد عظيمي الباحث والمختص في الشؤون الإقليمية والأمنية وأيضا باحث الدكتور أحمد ميزاب رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة كما أشكركم أنتم على متابعتكم ووفائكم نلتقي في عدد جديد وفي قضية جديدة وإلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة